الأوضاع الأمنية في السنوات الأخيرة غرطت على الواقع السياحي في مناطق وآثار غرب كربلاء فبعد انقطاع طويل عادت العوائل إلى ارتياد المواقع الأثرية والدينية في صحراء كربلاء لتكون متنفسا لهم وبعد فراق سنين ها هي الرمال تتحسس أقدام عشاقها من محافظات عراقية مختلفة في الأوضاع الأخيرة في السنة الأخيرة صار علي إقبال أكثر وحتى في السنة الأخيرة إقبال أكثر لأنه الواقع الخدمي والواقع الأمني زاد أكثر من مختلف المحافظات شيء طبيعي نحن هسا حاليا نحن من النجف أكون من الحلة وأكون من بغداد وأكون من نديالها من سمعت نفسها يعني من كل المحافظات كل العوائل هسا من جمعها كل عائلة العائلة والأكيل والترتيب حلو كهوف الطار وحصن الأخيضر وقطارة الإمام علي وبحيرة الرزازة أبرز المعالم التي يرتادها المواطنون في هذه الأيام إلا أن قلة الخدمات جعلت الأغلبية يتوجهون نحو القطارة لتوفر بعض متطلبات السياحة هناك وفيما تزور العوائل هذا المعلم يهم آخرون إلى اكتشاف المنطقة إلى جانب تحضير وجبة الغداء وغالبا ما تكون السمك المسقوف شوية نقير جاو والعائلة هم تلتام شوية همية ويسوونهم غدا ويتغدون أيام العطل والخميس والجمعة والسبيت وأيام العياد يعني جاء تجينا زوار ما شاء الله رحمه من الله يعني آلاف مؤلفة والتي تقدمنا من البلدان العربية والبلدان الأجنبية وأيضا من كافة الديانات ما تقتصر على ديانة وحدة جل كونها معلم أثري وسياحي تطهير مناطق غرب كربلاء ودخول القوات الأمنية إلى عمق صحراء الأنبار وتأمين النخيب والمناطق المجاورة أسهم بعودة السياحة إلى آثار غرب كربلاء فيما يأمل المواطنون ببدل جهات الحكومية جهد الأكبر من أجل تفعيل سياحة الآثارية إلى جانب الدينية في المحافظة نطمح إن شاء الله من الجهات المسؤولة في المراكز الآثار أنه توجه اهتمامها ومتابعتها وتوعية المجتمع بضرورة أنه التواصل بين المواطن وبين تراثه وحضارته عودة السياحة إلى غرب كربلاء بصحرائها وآثارها ومقاماتها الدينية إضافة إلى بحيرة الرزازة تحتاج إلى جهود حكومية لتوفير احتياجات السائحين إضافة إلى تسويقها إعلاميا خاصة بعد استثباب الأمن فيها من كربلاء ميتم الجناحي الحرة